أنا كنت عادي سألحرك سؤال بقى بنسبة النسيان واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت ربنا ولا إذا نسيت حاجة لا واذكر ربك النابي لا ينسى الله أبدا ده بكل سيدنا النبي ولا لنا كلنا لا واذكر ربك إذا نسيت ما يجب أن تفعله في هذا الموقف ما الذي يجب أن أفعله في هذا الموقف ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت يعني معنى ذلك هناك واجبات وظيفية من الأوراد ومن الأذكار لابد أن تقال عند القيام بحالات معينة عند لقاء العدو هناك ذكر معين عند الاستيقاظ منهم هناك ذكر معين فلذلك القرآن الكريم بيوضح للنبي صلى الله عليه وسلم أن الوجبات الوظيفية في الأوراد والأذكار إذا نسيت أن تقولها لا نسيت الله إنما نسيت أن تقول الورد الواجب عليك الهومورك بتاعك إذا نسيت أن تقول هذا الورد فماذا تفعل واذكر ربك إذا نسيت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ذكرا لربه إذن يرد منه هنا الذكر اللساني مش الذكر العقلي صلى الله على إمام الزاكرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم